بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسل سنوال الكمبيوتر محدسكم ابرامي عبد الحميد في جمهورية مصر العربية ارجو ان احنا نقدم لكم حاجة تستحق وقت حضراتكم الوقت اللي حضراتكم هتتقضوف ان انتو تدونوها من الانترنت او تغضوها من عند اصحابكم والوقت اللي اتقضوف اه انتو تتفرجوا عليه فارجو ان يكون السلسلة سلسلة مفيدة يعني ربنا يعينا وفنا نحن نقدم حاجة مستواها يرقى اه بمستوى المستخدم العربي الكمبيوتر هنا اتكلم النهاردة موضوع مهم جدا هو ازاي تعمل ايميل على الياهو ازاي تعمل ايميل على موقع الياهو طبعا موقع الياهو موقع رقم واحد على مستوى العالم في عدد اليميلات الموجودة عليه ثاني موقع موقع اه جوجل ثالث موقع موقع اه موقع المتعلقة بمايكروسوفت يعني مايكروسوفت اللي هي اكتر من اه من حاجة في الايميل بس ايه هو ثالبا اه الهوت ميل يبقى اول موقع جوجل اول موقع اياهو بعد جده جوجل بعد جده اه لا 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 اه اول موقع اياهو ثاني موقع الهوت ميل اه ثالث موقع جوجل اللي هو الجيميل عالميا حسب اخر احصائية سمعت عنها مش عارف بعد كده طبعا اه الحاجات في تغير مستمر يعني ونفس ما بينهم محتلين بس بشكل عام يعني اللي اه هو متقدم باجتساع بس هو بالنسبة للمستخدم العربي رخم شوية انما الجوجل احسن او اه كتير يعني الجيميل اللي احنا تعلمنا ان احنا نعمله هو بيأتي من هنا ده ده احسن حاجة بالنسبة للمستخدم العربي معقولة وان اه عملية ادارة وتحكم فيه سهلة جدا بس الي اهو مشهور عشان المسينجر بتاعه فهنا اه ندخل على شركة ياهو هلاقي عندي حاجتين صين ان لو انا عندي ايميل فعلا فعايز ادخل على الايميل بتاعي صين اب لو انا عايز اعمل ايميل خلاص طبعا عمال الايميل او عمل ايميل ده اه اسمه فري ميل يعني ايميل مجاني يعني شركة ياهو بتطيني ايميل مجاني اي مستخدم ممكن استخدم ايميل او حتى عشرة ايميل اتميليات يعني ممكن تعمل عشرة ايميل اميليات باشه فدخلنا عمال اميليات او لا يدعم اللغة العربية في كل استخداماته وتطبيعاته عن اللي يا فالمهم اللي هنا اللغة الانجليزية انا قدت بتدور على اي بريفير كونتينت فروم ياهو يو اس اي انجليش فانا قدت بدور ان اراب بس ما لقيتش اراب طبعا المهم اي الخطاط موجودة عند تيل اس اباوت يوسيلف وبعدين سيليكت الاي دي والباسورد الخطاط زي ما هو كاتب كده احنا هنم للخنات دي هتكتب اسم حضرتك باللغة الاسم اللي انت عايزه اسم الابا واسم خلاص الجندر ده اللي هو الجندر ده اللي هو النوع زكر ولا انسة مال يعني زكر في مال يعني انسة بريث داي بتختار الاول المونس اي تاريخ الف تسعمية مسلا اربعة وسبعين اي حاجة واحد تسسة اربعة وسبعين اي حاجة طبعا انت ممكن يعني الافضل او الاحسن بالنسبة لك انك تضع تاريخ مالا لك العادي يعني المعلومات دي مش هتروح في حاجة يعني حداشر تلتمية خمسة وستين مسلا ده البصة الكود المفوضة للرقم البريدي بتاع المركز او المدينة اللي انت فيها تكون حافظه فتحطه هنا خلاص لو انت حطت اي يا اخي مصر قام هو هيقباله منك عادي وكذلك تأخي الميلاد يعني البيانات لو حطيتها غلط هو مش هيعرف لكن طبعا يفضل انك تضع تصع بعدين بتختار الاي دي اي هو بقى الاي دي الاي دي هو الاسم اللي انا هاخش بها عن نت فهو بقول لي ايه اعمل لك ايميل اسم ابراهيم عبد الحميد فانا لقيته طويل قوي فقول له مسلا ايه لا بلاشر ابراهيم عبد الحميد اعمل له ايه اعمل وسلمون صن اي حاجة اقول له تشيك الايميل ده فاضي قال لي لا ده مش فاضي كمان مش راضي بيه تمام فانا بعد كده هختار رقم اجرب بقى انت هنا بتجرب حسب ما انت عايش كل واحد يكتب اللي عايز يكتب اللي عايز يكتب اه اه دكتور كات اللي عايز يكتب اي حاجة خلاص فانا لو لقيت الاسامة كلها مش مش هاعرف ان هو عايز عايز نحط ارقام فاقوله الف تسعمية اربعة وسبعين ناس كتير بتحط تاريخ ميلادها في قلب الاسم بتاعها اقوله تشيك مش راضي برضو خلاص ممكن اعمل حاجة هنا ان انا ما بين الرقم وما بين الكلام ممكن اعمل حاجة اللي هي الايه شفت وبعدين ان اندرسكول اللي هي الايه اللي جنب الصفر اللي جنب الصفر وقاله تشيك فيقبال على طول خلاص اللي هي اللي هي الجنب الصفر في الجزء بتاعك اللي رأي وكتابة لو نجيبها احسن من الصورة نجيبها احسن من الصورة بتاع الكيبورد اهيه ندخلها على الرسام نكبرها دي هضغط على شفت ومشلش ايدي هضغط على شفت ده هو ومشلش ايدي من عليه وبعد نضغط على دي خلاص اللي هي الايه العلامة اللي انا عملتها دي العلامة اللي انا عملتها دي اللي هي شرطة بس تحت بعد نختار الباسورد الباسورد بيقول لك يفضل ان هي تكون ارقام وحروف وعلامات وتكون حافزها كويس يعني يكون حاجة مميزة من تسببك ويكون صعبة تتوقع يعني ما فيش حد في الدنيا يقدر يتوقع يعني مثلا ما تحطش تريخ ملادك ما تحطش رقم تليفونك ما تحطش رقم موبايلك الارقام اللي هي السنة دي لو انت عايز تحطها وتصعبها يعني مثلا تعمل باسورد في حاجات كتير اسمك على رقم تليفونك على تاريخ ملادك تعمل تشكيلها بحيث يا صعب توقعها ماشي بس المهم ان هي ايه يبقى صعب توقعها شوية وطبعا ما فيش حد يشوفك وانت بتحط الباسورد لانه حد يشاهدك ممكن تسأل ايميل بتاعك يعني بياخده ويخش عليك وبعدين بيغير الباسورد فانت نتيجة تخش عليك بالباسورد القديمة ما يرضاش يبقى هو كده سرق منك الايميل فانا هقوم كتب اي باسورد ارقام محروف وعلامات طبعا علامات اللي هي علامة الاستفهام علامة الدولار علامة الصح علامة القصد الضرب اي علامة خلاص فهو قال لي سترينز يعني كويس خلاص اعيدها تاني عشان يتأكد ان انا حافظ يبقى انا مكتب بالباسورد مرتين عشان السيسم يتأكد ان انا حافظها وان هيها ما جاتش في دماء كده بيقول الارتانيت ايميل بتاعك لو انت عندك ايميل تاني كتب ما عندكش خلاص تمام انا هكتب له الايميل التاني بتاعي اللي هو online one at gmail dot c o m security question security question ده سؤال الامان ايه سؤال الامان ده سؤال بيسأله لك لو انت جيت تخش على الايميل بتاعك وكنت نسيت الباسورد بتاعتك او نسيت اا لا مش نسيت الايدي نسيت الباسورد لو نسيت الباسورد تقول له ايه سؤال الامان بتاعي انا عايزك تختال له سؤال امان من هنا ما انا اقول له السؤال الامان مثلا what's your favorite musician الموسيقى المفضل الموسيقى المفضل what's your favorite teacher what's your favorite teacher what's your favorite user من المؤلف المفضل what's your favorite book اي حاجة اختار اي واحد فيهم واجاوب على السؤال ده تمام انا اختار ده مسلا واقول له what's your favorite child يعني اسم ايه اسم الااا يعني بطل الطفولة بتاعتك child would hero يعني بطل الطفولة شخص انت كنت بتحلم به وانت طفولة مسلا اقول ابن الخط طيب اللي هو سيدنا عمر خلاص بعدين بقى كل المواقع عاملة الخدمة دي او عاملة الخاصية دي اللي انك تكتب اه اللي موجود في الصور طيب اللي موجود في الصورة ده ايه ده عبارة عن شوية حروف وارقام وعلامات طيب انا ليه بكتبه او ليه عاملين الحكاية دي اصلا عشان فيه برامج بتعمل ايميلات اه بعدات كبيرة وبتبوز الموقع يعني مثلا يوم ممكن ان هم عاملين برنامج يخش على موقع اليه وده يقوم عامل مليون ايميل كويس المليون ايميل ما حدش يغلش عليهم ما حدش يستخدمهم بقى الشركة كده خسرت من هي حاجة زي ما كان للمليون ايميل اما كانهم ضاعت وما حدش يستفيد بهم في نفس الوقت اللي ايه البرامج ما بتقدرش تخترق تلاتة تمانية كمسة لان البرنامج اصلا يعني ايه صعب ان هو يحول الصورة لكلام بس ممكن اعلم صح كريات ناي اكاون يعني ايه اعمل لي بقى الحساب بتاعي الكلمة اللي انا كتبتها طلعت غلط فبيجيب هالي تاني وبيعلمني علىها غلط لو اي حاجة بالبيانات دي طلعت غلط هيجيب هالي تاني كويس بشوف اي حاجة مبيانات اذا كانت تقصت اقول له 4 C 8 A S 3 A 3 4 4 كده الاميل بتاعت عمل بيديني البيانات بتاعتي بقى اسمي مون صن underscore 1974 اتياهو الارتنات نين بتاع الاميل الاضافي او الاميل البديد بتاعي لان انا اتجي ميل برس داي كزا اا my answer بتاع على السيكريوتي كويتشن عشان اللي هيسأل هوني البوست الكود كزا فانا بقول له ايه continue يعني كم كونجراتوليشنز ابراهيم كده لفوق كونجراتوليشنز تهينينا لانك عملت ايميل على شركة اياهو او على موقع اياهو اياهو اعمل ايميل جديد خلاص بمعنى ان لو دخلت من بلاش انا انا اعرفت اسمي او ده اسمي لازم ان اكون اعرف الاي دي بتاعي ده الاي دي كويس وعارف الباسورد عشان هما دولت الحاجتين انا بدخل بيهم كويس اجل تصفح حلقة هنا حاجة اسمها الانديكس اللي هي البرد اللي جايد الناس بعتدل ايه فشركتها اول ما بعمل بتبعث لرسالة اه شكرا على الثقة اللي انت سقطها فينا وشكرا وقدر جوني تستفيد بالحاجات بتاعتنا والمكان بتاعتنا وكده خلاص الايميل بيكتب تحت اول ما بقف عليه هنا بيكتب بتاعت الايميل لو انا عايز اقراه خلاص او ضغط علي ضغطتين بيجي لف صفحة جديدة اهو ده شكل الايميل لو انا عايز اقراه اي حاجة من الوجودة عليه ماشي يعني المسودات يعني لو انا عملت ايميل ومبعدتوش بس قلت الكمبيوتر او الايميل بتاع حفاظه يعني عينه عندك موقعات طبعا السينتس يعني الرسائل اللي انا بعتها الاسبام يعني رسائل الاعلانية او الدعائية الرزلة او الرخمة اللي بيجيلي اه من شركات اعلان اعلانات وانا مش محتاجة يعني عشان كده الياهو بيحاول يحميك منه اللي هو بيوازي عندنا في جوجل او في الجيميل كنا قلناه اللي اه بريد الموزج بدل الاسبام يعني بادي الموزج نعم مش عشان التراش يعني رسائل انا عزفتها يعني انا اول ما احزي في الاند بوكس ده هجي هنا او اعلم عن اند بوكس واقوله دليت اه دليت فوقها هيروح فين في قلب التراش ليش سالة المعزوفات او سالة المهملات خلاص اهو دوقتي بقى في التراش كويس لو انا عايز اعلم عليه 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 انه اسبام يعني اعلم عليه كده او وعلم عليه انه اسبام فوقها خلاص هيروح بقى الاسبام اهو الجهاز هيعمله على انه اسبام يعني الايميل ده اسبام معانتش معانتش تستقبله لان ده اسبام او فلما يجي لسه اعلّن عليه الحاجة تانية تعرفك على انه اسبام يعطي صاح قال له نوط اسبام من نفس المكان يعني ايه لو هو جالي في اسبام وهو مش اسبام ممكن في احيانا في واحد يبعد رسالة او موقع منتده يبعد نسأله على الياجاهو على انطافه فقابه يحبط على اسبام لكن هي مش اسبام هي مش باريد مزعج بطريقة باريد محبب او باريد انا ما بدأيش منه اسبام يعني يعني باريد انا ما بدأك منه خلاص فدي فكرة الاذي ايه ؟ لاياجاهو ممكن نصعد بتاعة الياهو فيديو خاص بها بشكل عام اليميل بتاع الياهو بس الهدف من الفيديو ده انه هكتعمل ايميل وتعفز ازاي تبعت رسالة وتستقبل رسالة تستقبل رسالة لقلنا من الاند بوكس ماشي تبعت رسالة من اهو ايميل يعني انا عايز ابعت اه 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 ضغط على اه اه ضغط على السهم اللي جميل نيو ديت واقول له ايميل اهو دي دوقتي انا ابعت رسالة اكتب اسم الراجل اللي انا عايز ابعت له رسالة اهو انت عايز ابعت لي مسلا لسال اونلاين اسمه كامل اد جيميل دوت كوم وبعد نكتب تحت السيسي ده يعني لو انت عايز تبعت نسخة اضافية من الرسالة لحد تاني ماشي منما الايميل الرئيسي فوق اللي هو الشخص ممكن لقاسيب السيسي ده فاضي ماشي السبجيكت يعني الموضوع مسلا انا ابعت له بخصوص سنقول لكم بيوتر كويس ماشي ابعت له بقى تحت كذا 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 اي كلام بقى اللي انا عايز ابعته كويس اي الكلام اللي انا عايز ابعته اكتبه تحت بقى كده الرسالة اكتبت بعد ما بكتب الرسالة بقوله ايه سند اللي هي فوق دي سند لو انا عايز ابعت مع الرسالة صورة او عايز ابعت مع ملف صغير او حاجة اقوله ايه سند ديت رسالة تبعت على طروح لراجل يعني ايوه مسلا عايز اتبعت خرفيت سنقول لكم بردر مع الرسالة فاقول له كده اوبن هتترفع بقى هيعمل لها يعني هيشوف ها في رسالة ولا لا وبعدين هي ايه هيرفعها يبقى كده هتروح له مع الرسالة الصورة عشان لو الصورة عايز يعمل لها ده ونود عنده او يحطها عنده على الجهاز كويس سيف ازا اهي سيف درافت هيروح في درافت ده بحيس يبقى عندي نسخة مسودة منه لو عايز ايه ابعته بس ايه الحد تاني او كمان قدام او احتفظ بنسخة منه للمستقبل سنت كده هيبعد لو روحت انا فتحت الايميل بتاعي هيبعد هروح هنفتح الايميل بتاعي حالا سنتي مسج اقول له دابليو اتش دي تمانية بي جي ال كونتيني مسج جي سنت يعني الرسالة ببعدت خلاص كده الرسالة ببعدت اعلم على ده واقول له دليل لو انا عايز على كل الرسالة فرضنا ان هنا عشر رسالة مش اتعلم معلوم واحدة واحدة اعلم على الفوق ده هي وهي هتعلم معلوم كلهم نقفل ده نعمل بعد ما نخلص اهم حاجة نعمل حاجة اسمها سين اوت يعني نخرج من الايميل ده بحيس لو حد عاد بعد على الجهاز ما يعرفش افتحه انما انا وما عملت سين اوت يبقى انا فادغت على السين ان دي اكتب هنا هو مون سن shift اندرسقل الف تسعمية اه اربع وسبعين واكتب تحتها الباسوورد وعدنا نقول له سين ان يعني هكتب هنا اسمي من الاسم اللي انا اخترته الاي دي والباسوورد مش اسم الحقيق اسم اللي انا اخترته اللي هو كذا 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 اتياو دوت كوم خلاص وبعد نكتب هنا الباسوورد وبعد نكتب هنا ايه سين لو انا روحت الوقتي على البريد بتاعي على ال جيميل كده عرفنا ازاي نعمل ايميل على اليهو. في طريقة تانية العمال ايميل على اليهو. نعمل ايميل على اليهو. الرسالة انا بعدها ايه? ابراهيم عبد الحميد بعد رسالة بخصوص. هتقع على رسالة. هلاقي تحت الايه? خلفها بتاع السرنة. لو انا عايز اعمل لها عرض اتفرج عليها عرضة منها. انا اقس اعمل لها تنزيل. يعني اعمل لها ده ونبح ستبع على الجهاز هتبقى عندي منهن. بيقول لي ان هو بعدني اكد لنا ان الايميل ده ايميل حقيقي. ان هو الايميل بتاعليه انه اونلاين وان. انا ديه يبقى هو كده تأكد ان احنا ما كناش بنتحك عليه او ان احنا ما كناش جهاز كمبيوتر اخر. خلاص. الكل حسب. في طرقة تانية اللي هي من برنامج ده هو. من برنامج ديه مسنجر هاجي هنا هو قلو ايه? جيتا نيو ياهو اي دي يعني اعمل ايه ايميل جيد عليها فاضغط هنا. اعلم قدام اي اجري صح اقول له اكتب هنا اي حاجة اي حاجة اي حاجة. وبعدنا هنا اي حاجة واقول له نيكست. يعني ممكن اعمله هنا بدل ما ادخلو على موقع الياهو دي طريقة تانية. بدل ما ادخلو على موقع الياهو اعملو من الياهو ايه مسنجر لو كان عندي الياهو مسجر على الجهز. نفس الحاجات اللي كانت بتطلب مني هناك هتطلب من هنا. هنا يقول لي طب اختار الاسم ايه? هقول له مسلا اول واحد ده. وبعدنا يقول لي طب الباسورد هقول له هيني. طب الاسم يعني ايه اسم يا حيوانك الاليف اللي انت بحبه? اي تاريخ اي تاريخ. اي تاريخ. كويس. ادريس اللي هكتب له في ليرن. اونلاين. لو ما كنت عنش عندي ايميل ممكن ابعت على ايميل واحد صحب. لو ما كنتش عندي ايميل قبل كده ممكن ابعت على ايميل واحد زي ما احنا قلنا. قبل كده وزي ما احنا عملنا. اظن عرفنا دوات طريقتين لعمل ايميل على الياهو وعمل ايميل كمان على اه اعمل ايميل الياهو من الياهو مسجر وعمل ايميل على الياهو من على موقع الياهو. شكرا لكم احساس معكم وتمنى انكم انتم تكونوا قد استفدتم معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.